اشتركوا في القناة اعزة تقولي ايه؟ هناكي مليانة كلام يااختي في حاجة بتحصل في بيت محرم مش على هواية يا ما نفسي يا ما نفسي اجيب اجل البيت اللي اسمها يا ريم دي واخلص منها ومن سمك؟ البيت نادية يااختي منساعد ما راحت عندهم لا حس ولا خبر ولا عرف عنها اي حاجة لا ما البيت اللي بتشتغل عندهم جالتلي ان نادية نزلت مصر معقولة كده هو من غير ما تقول لأي حد ايه؟ امه ليه؟ مهوبة محرم ده بتشتان والشتان خراب يبقى لازم نقطع خبرهم بس خلي بالك لو عملنا حاجة كده ولا كده من ورا حسن ومروان هتبقى وعيتنا احنا اللي اتنين سودة هم بتخافي اياك يو ما بخافش يااختي غير من اللي خلقني بس انا بانباح عليك يا علي حرفيها يا كبرهية مين اللي يجيب منخير البيت اللي اسمها هريم الأرض؟ بتخوها الطويلة الفرعة دي مش طيجة روحة وتمشي جدهج 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 قبل زي فرقه علوز يا حاسن تعالي بس ام اقولك انا ايه الحلوة دي؟ طبعاً انت فاكر ايه؟ ده انا شرفك في اي حيط طمال انا عايزك بقى النهاردة تفتحلي قلبك اكتر من كده ده انا سلمتك قلبي كله اه قلبك اه بس او عتفتكني عبيطة ده انا فاهمها ويا طايرة كل حاجة بفهم وفاهم ايه بقى يا نعنع يا جميل انت؟ فاهم ان انت يعني ممكن تسلم قلبك انما عقلك ده ابداً عقلك ده كده بيلف بيلف زي الخلاط صح او لا لا؟ صح يا عين انا مقدر شد العقل يا عجازة انا لو غمطت عيني لحظة واحدة ممكن اروح فيها طب وهتفضل كده لحد امت؟ ده انت عندك فلوس تسد عين الشمس هو انت عايز ايه تاني من الفلوس ايه يا صح يعني الفلوس حلوة تخلي الواحد يسافر يشتري اللي نفسه فيه يجيب اللي بيتمناه ده حتى ممكن تخليك تشتري البني قدمين ذات نفسه بس يعني ما توصلش بقى انا هتبقى سلسلة وتقفر قبتك كلامك حلوة نعيمة وأنا مقتنع بي مية في مية لما تيجي نمشي نمشي ايه؟ مش لما ناكل الاول لا ناكل ايه؟ انا اقصد يعني ما تيجي نسافر نسافر اي حتة برا نعيش هناك ونتهنى ونفرح يعني بالبقى من عمرنا من غير دوشة بقى ولا واشي خلاص عاوز ايه تاني من ريم ومروان كفاية اللي عملتوا من وراه ياريت وإيه اللي يمنع اللي يمنع ان انا اخترت السكة دي وقبلت شروطها وطالما قبلت شروطها يبقى لازم انافذ الاتفاق وامشي مع المنظومة واول الشروط دي بقى ان انا مقدرش ارجح في كلامي ابدا ولازم امشي الطريق للاخر ومقدرش اتراجع والناس اللي انا شغال معاهم هم بس اللي يقرروا اذا كنت تمشي ولا لا وده بيبقى له طريقين الطريق الاول لو اكتشفوا ان الاستفادة مني خلاص بقت معدومة وساعتها ممكن اخرج خروج امن والطريق التاني لو حسوا ان انا لا اصلح هنا بقى يا لهوي يعني انت كده خلاص متورط في الليل السودة دي وما تعرفش تخرج منها خايفة علي يا نعيمة صعبان علي ليال كتير اتمنيت ان انا اخرج من اللي انا فيه حتى لو خسرت كل اللي كسبتوه بساعات كنت اقوم منهم اتأكد ان الببان مقفولة وان الشبابيك صعب ان حد يدخل منها واتأكد من اجهزة الانذار والامان ورغم كده ما اعرف شنال يعني انت مش هتعرف تطلع من الليل السودة دي بقى لا خايف دلوقتي بس بقت خايف وانت جنبي معقولة واحد بيشتغل في الظروف الصعبة اللي انت فيها دي كلها يعرف كده يقول الكلام الحلو ده وانا معاك يا نعيمة ببقى حد تاني خمس بتحبيني يعني اوي اوي يا نعيمة بقولك ايه مات يلا ناكل بقى يلا ها مش مفيدة خير ايه اللي جابك انا جاي يقول الكلمتان وهمشي على طول قولي ان شاء الله خير انا فكرت مئة مرة قبل ماشي بس كنت خايفة انت عاوزها تشوفي ابنك انا ممكن اخدك وخليك تشوفي لا انا شفته لعبت معك كمان اسمعيني بس بديل وك انا جاي اقولك يا اله يسترك مال في ايه يا لقتيني تعالي لوبنا قالت لريتال اني نازحي اللي قتلت ولدها عبدالله انا عارفة ريتال وخبرها زين هي هتفضل تحرب والنار تاكل في عاجلها مش هتصدي جابد اني اللوبنا اشتام عاوزة تولع فيها وفي نادية يعني ايه؟ تصدي ايه بالكلام ده؟ انا كنت هزور ستة كريمة بس انا عارفة انها لا بتطيقني ولا تطيق تسمع سيرتي فقلت اشيلك انت يعني انت كده خايفة على ريتال؟ طالما شايلة ولدي واختف حضنه وبتراعي احبها زي عيني واخدمها كمان انا مش كدابة واللي بعمله ده بعمله عشان خاطر عبدالحاكم ولدي عن اسمك اتفضل بحس اني متل اخبطها كل حاجة جوا مش مستقرة بحس ان الدنيا بتعانت فيا ومين سمعك؟ لا الدنيا مش بتعانت فينا احنا بس اللي بيبقى قدامنا صح وما بنحبش نشوفه عشان مش على هواني تكلمك حلو اقوي يا شاهد بس اقل فايدا احنا جينا ناخد حقنا اخسرنا نفسنا سكتة لي تكلمي هتصدقيني هصدقك مش هصدقك لي بس نفس الدنيا ترجع لورا شوية حسن بحلم حلمي طويل مش عايز يخلص نفسي اصح منه ملاقي كل حاجة زي ما كانت انا كمان بتمنى الزمن يرجع واتريمي في حضن بابا واحكيله واقوله على كل اللي بيوجعني اشتركوا في القناة